هنا تحدث مفاجأة هذه المفاجأة نحن قلنا أنه كان في المواجهة جرجة وهو قائد شجاع من قادة الروم وقائد شهير من قادة من قادة الروم فجرجة هذا صاحة يريد أن يلتقي بخالد بن الوليد رضي الله عنه فظن خالد أنه يريد المبارزة وخالد لا يتأخر كل من يدعو يومها إلى المبارزة كان يخرج له خالد بن الوليد رضي الله عنه ويقتله رضي الله عنه فقال صاحة أريد خالدا فظن خالد أنه يريد أن يبارز فخرج إليه وجاء جرجة إليه وعلى مرأة ومسمع من الجميع فقال جرجة هل سيفك هذا من السماء يعني أنه يرى يرى خالدا لا يقاتل أحدا إلا انتصر عليه فيتساءل ويتعجب هل سيفك هذا يا خالد أنزله الله من السماء فقال لأو خالد له لم ينزله الله سبحانه وتعالى من السماء قال فلماذا إذا يعني تسمى بسيف الله قال سماني النبي عليه الصلاة والسلام بسيف الله سبحانه وتعالى لكن لم ينزل علي سيف من عند الله سبحانه وتعالى فسأله جرجة القائد الشهير سأله جرجة في بعض الأمور عن الإسلام وكأن جرجة وهو يراقب معارك المسلمين ويراقب خالدا ويراقب بسالة الجنود المسلمين كيف لهؤلاء لهذه الأعداد القليلة جدا بمقياس الروم أن تخترق الصفوف وأن تقاتل وأن تثبت وأن تنتصر لابد أن هناك شيئا لا يعرفه جرجة ولا قادة الروم وكان يعرفه رق لما قال لهم لا تقاتلونهم وصالحوهم بدلا من أن يأخذوا منكم الشام وسيأخذونها سيأخذونها ويضيقون عليكم جبال الروم فجرجة كأي رجل زكي يراقب ليكون هكذا إمع إنما يراقب وينظر وعنده عقل الله سبحانه وتعالى أعطاه عقلا لينظر ويتأمل فرجى رجل قائد الروم الكبير أخذ يراقب صراط المسلمين قلة في العدد شجاعة نادرة خالد كالأسد الهصور يصول ويجول لا يوقف أحد على على الإطلاق فبدأ الرجل عنده علامات استفهام فأراد أن يعني يسأل خالدا القائد العام للمسلمين ويضع بين يدي هذه العلامات كيف تنتصرونها كذا فبين له خالد أننا لا ننتصر بكسرة عدد ولا ننتصر بكسرة سلاح ولا بقوة سلاح إنما نحن ننتصر بشيء هذا الشيء ليس عندكم نحن ننتصر لأننا حريصين حريصون على الحياة على الموت معزرة حريصون على الموت وعلى الشهادة في سبيل الله وأنتم حريصون على الحياة هذا هو الفارق هذا هو هذا هو الفارق نحن ندخل ميادين القتال ونحن نكون أشد حرصا على الشهادة في سبيل الله نتمنى الشهادة في سبيل الله أو أن يأتي النصر من عند الله سبحانه وتعالى وأنتم حريصون على الحياة فهذا هو الفارق بيننا وبينكم فقال له جرجة دلني يا خالد على الإسلام فخالد رضي الله عنه قال أتريد أن تسلم حقا يا جرجة قال أريد أن أسلم فأخذه خالد رضي الله عنه وذهب به إلى خيمته ولقنه الشهادتين وصلى به ركعتين رضي الله عن خالد رضي الله عنه ثم أخذه إلى جواره للقتال لتكون عينه عليه فربما كما ظن الروم أن جرجة يفعل ذلك تقيا ليخترق صفوف المسلمين ظن الروم ذلك وخالد من أسقياء العالم فخالد وضعه بجواره ليرى هل صدق في إسلامه وفي إعلان الشهادتين وفي الصلاة أم لم يصدق فكان بجوار خالد رضي الله عنه جرجة بعد ذلك اخترق مع خالد صفوف الروم سبحان الله أسلم من لحظات ولم يصلي لله إلا ركعتين واخترق صفوف الروم وكان من لحظات على رأس قيادة الروم لكنه الآن يقاتل إلى جوار خالد رضي الله عنه بشجاعة نادرة واخترق الصفوف مع خالد بن الوليد وقتل ومات شهيدا رضي الله عنه ولم يمض على إسلامه إلا لحظات ولم يصلي لله إلا ركعتين فقط سبحان الله فضل الله يؤتيه من يشاء سبحانه وتعالى اشتركوا في القناة